على غرار سيناريو نيجر ووسط تأييد شعبي في الشارع أعلن عسكريون في دولة قابون وهي مستعمرة فرنسية سابقة في وسط أفريقيا إنهاء النظام القائم بين العسكريين الإنقلابيين الذين أطلوا من القصر الرئاسي ضباط من الحرس الجمهوري والجيش أعلانهم جاء بعد دقائق من تكريس فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة عقب انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية جرت السبت وقد ظهر في فيديو وهو جالس بقلق قيد الإقامة الجبرية أعيلة بونجو البالغ من العمر 64 عاما تحكم البلاد منذ 55 عاما ويقول معارضون إنها لم تكن بالكثير لمشاركة تروات البلاد مع المواطنين رغم كون الجابو من أكثر الدول الأفريقية ازدهارا فهي تحمل لقب عملاق النفط الأفريقي وهي عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك كما أنها غنية بالغاز الطبيعي واليورانيوم والذهب وسرعان ما علقت شركة إيرامات الفرنسية للتعدين نشاطاتها في البلاد تزامنا مع إعلان شركة Total Energies مراقبة الأوضاع لضمان سلامة موظفيها ومنشآتها فرنسا التي تتلقى ضربات متتالية في أفريقيا وتتهم باستنزاف ثروات المنطقة دانت الانقلاب العسكري الأزمة حضرت أيضا في اجتماع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي حيث رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن ما يحصل في غرب أفريقيا يمثل مشكلة كبيرة لأوروبا بدورها دعت الصين الأطراف المعنية في الجابون إلى ضمان أمن الرئيس علي بونغو اشتركوا في القناة